اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نحاول نضبط النية الدعاء يغير القدر الدعاء يحسن للناس الدعاء هو من الصبر ندعي أن الله يا رب الحمد لله على كل الأحوال في النعمة الحمد لك يا إله العالمين وفي فقدها الشكلة كمقصودة العارفين يعني نحمد ربنا في كل الظروف سواء كنا مبسوطين أو كنا زعلانين كل شيء من ربنا حلو أعبد ربك حتى أتيك اليقين سنقرأ الدعاء لشفاء الناس من جميع الأمراض أولهم أنا لازم أشفي نفسي من جميع الأمراض وغير عادات الغذائية والصحية والاجتماعية والرضي إلى الأحسن وبعدين بدأي للناس اللي ماتوا أولهم والدي محمد مهدي يكسل و جميع الناس اللي راحه إلى أعلى جنات خل وفردوس واللي بيطلع فوق يجيب الثاني عنده نجاحكم هو نجاح لإلي في الدنيا والآخرة قلبا طاهرا فاخلق فيه يا إلهي سرا ساكنا جدد فيه يا منائي وبنور العظمة تفشدني على صراتك يا رجائي وبسلطان الرفعة إلى سماء قدسك عرجني يا أولي وبأرياح الصمدية تفهجني يا آخري وبنغمات الأزرية تفسترحني يا مؤنسي وبغناء طرعتكم القديمة نجيني عندونك يا سيدي وبظهور كناتك الدائمة بشرني يا ظاهرة فوق ظاهري والباطن والباطن حبايا بالقلب ما شفناكم بالعين من شوفكم بالقلب ما شفناكم في الدنيا من شوفكم في الجنة أنت تريد أنا أريد والله يفر ما يشاء ويحكم ما أريد أنت تنطار في حقيقة أنا أدونا على الحقيقة والحقيقة عند ربنك نحترم بعض إيش مكان وحبنا لله من حب كل الناس